مرحبا يسعد لي صباحكم كل وقتكم متابعيني الكرام وصفتنا اليوم الغريبة بطريقة كتير سهلة وكتير كتير طيبة ونعمة بالدوب بالتم ومع اهم الملاحظات لنجاحة وانتو بس امشوا مع الطريقة والخطوات بشكل كامل ورح تنجح معي الكل بازن الله وهلأ تابعوا معي الفيديو للاخير وانتبهوا على كل المراحل المقادير على الشاشة بتلاقون كمان بصندوق الوصف اول مرحلة بنحط ببعاء كوب سمنة بعادل 200 جرام ويفضل تكون السمنة حيواني وطعمته طيبة ومنخفق السمنة شوي وبعدين منضيف كوب سكر بودرة ويفضل تطحنه السكر بالبيت لان السكر تجاهز المطحوم بيحتوي على نشا ومنخفق حتى يصير اللون فاتح وهلأ هيك صار تمام لاحظوا اللون وبعدين منضيف كوبين طحين ومنضيف اللطحين تدريجيا ومنخلط بأطراف الأصابع ومنضيف الباقي من اللطحين ومنعجن بطريقة اللم والردم من تحت لفوق ولحظوا طريقة العجن كتير مهمة بس من تحت لفوق وبعدين من لم العجيني لم وما من بالغ بالعجن ولحظوا قوام العجيني لازم يكون نعم ونطري ومنفتت شوي وبعدين منحط العجيني بالطباق ومنغطيها ومنحطها بالبراد من نصف على ساعة حتى تبرد وتتماسك وبعد نصف ساعة تقريبا راح تلاحظوا ان العجين جمد شوي لاني فيه سمنة ومنقسم قطع من العجينة ومناخدها ومنرجع الباقي للبراد ومنطري القطع اللي اخدناها بيدنا شوي ما من بالغ بطريقة حتى مدوا بالسمنة وبعدين منقطع لقطع صغيرة متساعة وزن القطع تقريبا من 10 ل 15 جرام واللي غريبة كل ما كانت صغيرة كل ما كانت قطيب وبعدين منحضر الصينية ومنحضر كمان الفستق المقطع وطبعا الفستق اختياري حسب الرغبة ومنبدأ بالتشكيل ونلاحظوا شكل العجينة ومنكورها بهذا الشكل ومنحط حبة الفستق ومنضغطها كتير مني حتى تلزق وبعدين منحط القطع بالصينية ومنشكل قطع تانية وممكن كمان نشكلها بأشكال تانية وهلأ رح ورجيكم شكلين مختلفين عن الشكل الأول ممكن تعملوها متل شكل الكعكة وتحطوا عليها حبة فستق وهيك بيصير شكلها أو ممكن تضغطوا الكرة وتحددوا أطرافها حتى يصير شكلها متل شكل المربع ومنحط عليها حبة فستق ومنضغطها وهيك بيصير شكلها وأكيد طريقة التشكيل حسب الرغبة ومنكمل الكمية كلها حتى تخلص وهلأ هيك صاروا جاهزين منحطهم بالبراد من نصف على ساعة حتى يبردوا ويتماسكوا وبعد مرور نصف ساعة منطالعهم من البراد ومنحطهم بالفرن مباشرة منحطهم بالفرن المحمم مسبقا على أول رف من فوق والنار من تحت بس وعلى درجة حرارة 180 بيقدوا وقت من 12 ل 15 دقيقة مو أكتر وكتير مهمة مرحلة الشوي واللغريبة ما بصير تاخد لون لازم بس يصير لونها من تحت أشقر خفيف وما بيصير كمان تطول لغريبة بالفرن لأني إذا طولت لغريبة بالفرن بتأسع وهلأ هيك صارت جاهزة لحظوا شكلها وأول ما تطلع لغريبة من الفرن بتكون القطعة تريع فلازم ما نرفعها ونتركها حتى تبرد تماما وبعد ما تبرد منحطها بطبق التقديم ولحظوا لونها من تحت أشقر خفيفة كتير وطبعا ممكن تحفظوا الغريبة بعلب محكمة الإغلاق وتحطوها بدرجة حرارة الغرفة وبتتقدموا صحة وألف عفية وهلأ صار لازم ندوق ولاحظوا شكلها عن جدي كتيري كتير طيبة ونامة وبالدوب بالتم وملمسة مخملة ووصفة ناجحة وبتاخد العقل وبنصحكم جربوها وكالعادة حبيت أتشكركم على تعليقاتكم الحلوة واختر التعليقات بشكل عشوائي وحطيتهم على الشاشة واللي بيحب يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات وهلأ هيك خلص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم ولا تنسوا تبعتولي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام راح أطلقون حساب الانستجرام بصندوق الوصف ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وبشوفكم فيديو جديد يلا بي باي ترجمة نانسي قنقر